الجيش الإسرائيلي رسميا أعلن بأنه نجح باختيال رفع سلامي الذي يقول الجيش بأنه قائد منطقة خان يونس أحد الأذرع اليمنى انصح التعبير كما يقول الجانب الإسرائيلي لمحمد الضيف القائد كتاب عز الدين القسام واعتبر من قبل الجيش الإسرائيلي في البيان الرسمي بأنه من مخططي ومشاركي عملية السابع من أكتوبر ومن عملية الاختيال حدفت بالأمس وذلك نتيجة محاولة الاختيال التي تمت والذي يقول الجيش الإسرائيلي أنها تمت بنجاح ونتيجة المعلومات التي وصلت للجيش الإسرائيلي فهو قد تأكد من اختيال هذا القائد الميداني وعومنا فليس القائد الأول الميداني يتفكر بأنه هناك قائد المنطقة الشمالية هناك أيضا قائد المنطقة الوسطى التابع لي كتاب عز الدين القسام الذين تم اختيالهم خلال العمليات العسكرية ولكن كما تحدث زميلنا إبراهيم قرنا دائما نحن بحاجة أيضا لحماس لكي تؤكد أو تنفي وطبعا بنهاية المطاف المعركة ما تزال مستمرة ولكن اللافتة في 24 ساعة الماضية هو زيادة هذه الحديث حول قيام المخابرات الإسرائيلية الشباك الإسرائيلي بعمليات نوعية وذلك باستهداف قيادات أمس كان العنوان العريض هو محمد الضيف الآن نزل سقف التوقعات إلى رافع سلامة في المجتمع الإسرائيلي ليس مهما من هو رافع سلامة يعني رافع سلامة واحد كما يقول الجنب الجمهور الإسرائيلي إرهابي من الإرهابيين ولكن هذا ليس ما يسعى له الجيش الإسرائيلي ولا المخابرات الإسرائيلية ولا المجتمع الإسرائيلي الذي وعدهم بن يمين نتنياهو برأس من الرؤوس الثلاثة محمد الضيف أبو عبيدة والصنوار هذه الأسماء التي تهم المجتمع الإسرائيلي وبالتالي نسج بأن هناك إنجاز عسكري إسرائيلي كما يحاول الجيش الإسرائيلي أن يتحدث هذا لم يلقى أفان صاغية في المجتمع الإسرائيلي وهو يسمع كل بضعة أسبيع كل بضعة أشهر قيام الجيش الإسرائيلي باختيال فلان أو فلان أو فلان ولكن ذلك لم يقلس من القدرة القتالية لمقاتل حماس ولا الاستمرار في تبديل القيادات كيف عرفنا ذلك؟ لأن آخر المقالات التي كتبها يتحق بريك على سبيل المثال الجنرال الاحتياط الذي كان واضحا عندما قال نحن لم نستطع لغاية الآن الانتصار وحماس قادر على توظيف هذه المعركة بمعنى أن يكون هناك استبدال القيادات التي يتم اغتيالها بشكل مستمر الصورة التي لدينا لرافع سلامة وهي من الصور القليلة جدا والتي ظهرت عموما بعد السابع من أكتوبر في التسجيلات التي اعتبرت أنا ذاك لافتة للانتبال محمد الضيف ونستطيع أن نرى ذاك الشاب الذي كان على يمينه في هذه الصورة وبطبيعة الحال هذه الصورة أيضا نحن بحاجة أن نتأكد من صدقيتها هل هذا بالفعل هو رفع سلامة أم هو شخص آخر وهذا أيضا بحاجة إلى بحث وإلى تمحيص في هذه المسألة أمس عندما كانوا يتحدثون في إسرائيل عن الضيف هذا رفع عن مانويات المجتمع الإسرائيلي إلى حد كبير تم استياض المسؤول العسكري يعني رئيس هيئة أركان المقاومة الفلسطينية كما يريدوا دائما تضخيم هذه المسألة اليوم هذا هبط الحديث الحديث عن قائد ميداني تم اغتياله محمد الضيف لغاية الآن الجيش يقول بأنه بحاجة إلى وقت وذلك لتأكد إذا ما تم اغتياله أم لم يتم اغتياله ولكن ذلك هي عبارة عن رسالة سلبية للمجتمع الإسرائيلي بأنه الضيف مرة أخرى يبدو بأنه نجى للمرة السادسة أو السابعة أو للمرة الألف فمن يدري كم مرة حاولت المخابرات الإسرائيلية استياض هذا الرجل ولم تستطع ونذكر أن نتحدث عن معركة عسكرية مستمرة منذ تسعة أشهر في منطقة ضيقة جدا في استخدام كافة الوسائل التكنولوجية على أحدثها تشمل المسيرات والأقمار الصناعية والمخابرات على الأرض والجواسيس على الأرض ومع ذلك لم تستطع لغاية الآن القوات الإسرائيلية الوصول لواحد من أولئك الثلاثة الذين يبقوا هم على رأس أولويات المخابرات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية وذلك لتحقيق انتصار وإن كان بعيدا عن قتل المدنيين الذي برع فيه الجيش الإسرائيلي هو تقديم منتوج عسكري تم إنتاجه في أقبية المخابرات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بعملية مشتركة فذة التي استطاعت أن تفعل ذلك لم يحقق الجيش الإسرائيلي باستفناء بضع عمليات نوعية على سبيل مثل تحرير المحتشزين الأربع الذين تم تحريرهم من منطقة النصرات والتي نتفكرها قبل عدة أسابيع وطبعا العمليات العسكرية التي تتعلق بتقليص القدرة الصاروخية لحركة حماس ولكن بعيدة عن ذلك لم نشاهد إلا ضمار في الغزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة